موسيقى طلاب الصف الثالث ثانوي العلمي أهلا بكم في درسنا لهذا اليوم تعلمتم سابقا مفهوم الانسحاب ومنه انطلقتم في رحلتكم مع الأشعة وسنتذكر من خلال درسنا اليوم مفهوم الشعاع وكيف نجمع شعاعين وأيضا سنتعرف الارتباط الخطي لشعاعين وكذلك سنعرض أشكال مرجعية سنحتاجها في دراستنا القادمة فلنبدأ معا تدخل الأشعة في العديد من تفاصيل حياتنا اليومية وفي مختلف مجالاتها فهي الحجر الأساس في الهندسة فمثلا الترصيف الذي نراه يعتمد على مفهوم الانسحاب الذي يتم وفق منحة معين وجهة معينة ومسافة معينة فالقطع الحجرية التي تستعمل في الترصيف يتم وضعها عادة اعتمادا على انسحابات متكررة وهكذا إلى أن تنتهي عمليات الترصيف فلو أزحنا الحجر رقم واحد إلى أن ينطبق على موقع الحجر الثنين تزاح النقطة A إلى موقع النقطة B وفق منح المستقيم A B وجهة توافق جهة الانتقال من A إلى B ومسافة محددة هي المسافة بين A و B وهذه العناصر المنحة والجهة والطول هي عناصر الشعاع A B لتكون A و B نقطتين من الفراغ عندها نكون أمام حالتين حالة A لا يساوي B عندها لشعاع A B منحة هو منحة المستقيم A B اتجاه يتطفق مع الانتقال من A إلى B طول أو نظيم وهو المسافة بين A و B نرمز لنظيم الشعاع A B بالرمز التالي الحالة الثانية حالة A يساوي B عندها نحصل على الشعاع A A وهو الشعاع الصفري ويرمز صفر شعاع إذا أزحنا هذا الكرسي من موقعه دون فتل بحيث تنتقل النقطة A من موقعها إلى موقع النقطة E ستزاح النقطة B إلى F ونقول هنا إن الشعاع A E يساوي الشعاع B F ويكون الرباع A E F B هو متوازي أضلاع كذلك فإن الانسحاب من A إلى E ينقل النقطة D إلى G ويكون أيضاً A E G D متوازي أضلاع متى نقول إن أشعة متساوية نقول إن أشعة متساوية عندما تمتلك المنح ذاته والاتجاه ذاته والطول ذاته ففي متوازي المستطيلات المجاور A B يساوي D C يساوي E F ويساوي H G أي الانسحاب الذي ينقل A إلى B ينقل D إلى C وينقل E إلى F وينقل H إلى G وتكون صورة المستطيل A D H E وفق هذا الانسحاب هي المستطيل B C G F كذلك يكون A D يساوي B C يساوي E H ويساوي F G أي تكون صورة A B F E وفق هذا الانسحاب هي D C G H الشعاعان المتعاكسان هما شعاعان لهما نفس المنحة ونفس الطول ولكن جهتان متعاكستان ففي لعبة شد الحبل عندما يطبق شخصان قوتين لهما نفس الشدة ومتعاكستان بالاتجاه نحصل على حالة توازن لأن الشعاع A B هو معاكس للشعاع A D ونرمز لذلك A B يساوي ناقص A D جمع الأشعة عندما نذكر جمع الأشعة لابد أن نتذكر العالم الفرنسي شال والذي أعطى علاقته الشهيرة في جمع انسحابين متتاليين حيث A B زائد B C يساوي الشعاع A C ولجمع شعاعين U و V بشكل عام يمكن أن نستبدلهما بشعاعين مساويين لهما ومرسومين بشكل متعاقب مثل A B زائد B C ويساوي A C ويمكن تعميم علاقة شال لتشمل جمع عدة أشعة متعاقبة على النحو A B زائد B C زائد C D زائد D E يساوي A E هناك قاعدة أخرى لجمع الأشعة وهي قاعدة متوازي الأطلاع حيث مجموع شعاعين لهما نفس البداية هو شعاع له البداية ذاتها وأما نهايته فهي الرأس الرابع لمتوازي الأطلاع المنشأ عليهما أي A B زائد A C يساوي A D وهنا ننتبه إلى أن مجموع شعاعين متعاكسين هو الشعاع الصفري في متوازي المستطيلات المجاور D C زائد F E يساوي الصفري لأنهما متعاكسان كذلك لجمع الشعاعين B C و C G نكتب B C زائد C G يساوي B G وذلك بحسب قاعدة شال ولو أردنا أن نجمع A C مع A E نجد أن الناتج هو الشعاع A G ذلك لأن A C G E متوازي أطلاع و A C و A E لهما البداية نفسها لجمع الشعاعين D A و C G يمكن أن نستبدل الشعاع D H بالشعاع C G وذلك لأنه مساوي له فنكتب D A زائد C G يساوي D A زائد D H ويساوي D E تمرين A B C D E F G H مكعب حدد موقع النقطة M التي تحقق العلاقة A M يساوي A E زائد A B زائد A D لا بد هنا من جمع الأشعة حتى نتمكن من تحديد موقع M نبدأ بالعلاقة المعطاط A M يساوي A E زائد A B زائد A D نجمع الشعاعين A E زائد A B مع ملاحظة أن لهما نفس البداية لاحظوا الرباعي A B F E هو مربع أي هو متوازي أضلاع لذلك نطبق قاعدة متوازي الأضلاع فنكتب A E زائد A B يساوي A F فيكون A M يساوي A F زائد A D نلاحظ أيضا أن هذين الشعاعين لهما نفس البداية نبحث عن متوازي الأضلاع المنشأ عليهما لاحظوا الشكل الرباعي A F G D هو متوازي الأضلاع المنشأ عليهما فمجموع هذين الشعاعين هو الشعاع الذي يبدأ بA ونهايته الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع إذن تنطبق النقطة M على النقطة G تمرين A B C D E F G H مكعب I منتصف G F حدد موقع النقطة M التي تحقق العلاقة A M يساوي A B زائد A E زائد F I نبدأ الحل نستبدل الشعاع A E بدلا عنه نضع الشعاع B F المساوي له فيصبح لدينا مجموع ثلاثة أشعة متعاقبة هي A B و B F و F I فحسب قاعدة شال نجد أن هذا المجموع يساوي A I أصبح A M يساوي A I وبالتالي تنطبق M على I نستفيد من جمع الأشعة المتكرر في ضرب شعاع بعدد حقيقي لو قمنا بإزاحة هذه العربة إزاحات متساوية أي نفس المنحة والجهة والطول ثلاث مرات لاحظوا انتقلت هذه العربة من الموقع A إلى الموقع D وفي كل مرة كانت لإزاحة مقدارها كطول متران إذن انتقلت ستة أمتار باتجاه من A إلى D هنا نكتب الشعاع A D يساوي ثلاثة ضرب الشعاع A B ويكون نظيم الشعاع الجديد A D يساوي ثلاثة ضرب نظيم الشعاع A B ويساوي ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة متر أما الشعاع D A فهو ناقص ثلاثة ضرب الشعاع A B لأن لهما جهتين متعاكستين ويكون نظيم الشعاع D A أو هذه المسافة D A يساوي أيضا ستة متر فهي تساوي ثلاثة ضرب نظيم الشعاع A B أي ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة فإذا كان U شعاعا غير معدوم و1000 عدد حقيقي غير معدوم يكون جداء ضرب الشعاع U بالعدد 1000 هو شعاع جديد نرمز له 1000 U له نفس منح الشعاع U وأما طوله فيساوي القيمة المطلقة ل1000 ضرب نظيم U ونميز الحالتين 1000 موجب تماما وU شعاع غير صفري عندها يكون للشعاعين U و1000 U المنح ذاته والاتجاه ذاته وأما نظيم الشعاع 1000 U هو 1000 ضرب نظيم U الحالة الثانية 1000 سالب تماما وU غير صفري عندها يكون للشعاعين U و1000 U المنح ذاته واتجاهان متعاكسان ونظيم 1000 U يساوي معاكس 1000 ضرب نظيم U ذلك أن القيمة المطلقة لألفا هي عكس ألفا كونه سالب تماما في المربعات الطبوقة الآتية لاحظوا الشعاع A-E يساوي 4 ضرب الشعاع A-B نظيم الشعاع A-E يساوي 4 ضرب نظيم A-B أي يساوي 4 ضرب 3 يساوي 12 سنتيمترا أما الشعاع E-A فهو ناقص 4 ضرب A-B لأنه يعاكسه بالجهة ونظيم A-E يساوي 4 ضرب نظيم A-B ويساوي 12 أيضا إذا كان U شعاع صفري أو ألفا عدد حقيقي يساوي الصفر فإن الجداء ألفا ضرب الشعاع U يساوي الشعاع الصفري نتعرف الآن إلى أشكال مرجعية سنحتاجها في دراستنا الشكل الأول A-B-C مثلث فيه M منتصف A-B و N منتصف A-C عندها يمكن استعمال إحدى العلاقات الآتية وهي M-N يساوي نصف B-C أو M-N يساوي ناقص نصف C-B B-C يساوي 2 ضرب M-N أو B-C يساوي ناقص 2 ضرب N-M أي يجب الانتباه إلى اتجاه الشعاع شكل آخر A-B قطعة مستقيمة منتصفها C عندها إذن يمكن أن نكتب A-C يساوي C-B أو A-C يساوي معاكس B-C أو نكتب الشعاع A-C يساوي نصف A-B ويمكن القول أن الشعاع A-C يساوي ناقص نصف ضرب الشعاع B-A ويمكن القول أيضاً أن A-B يساوي 2 ضرب A-C أو B-A يساوي ناقص 2 A-C الشكل الثالث إذا كان G مركز ثقال المثلث ABC أي نقطة تلاقي متوسطاته عندها يحقق العلاقة الشعاع G-A زائد الشعاع G-B زائد الشعاع G-C يساوي الشعاع الصفري ويكون A-G يساوي 2 على 3 A-B و G-P يساوي ثلث A-B أو نكتب A-G يساوي 2 G-P شكل أيضاً لجمع الشعاعين B-A مع B-C حيث N منتصف الضلع A-C في المثلث ABC يمكن أن نكمل الشكل ليكون متوازي أضلاع لاحظوا B-C زائد B-A يساوي B-M لكن القطران في متوازي الأضلاع متناصفان إذن B-M يساوي 2 ضرب B-N ننتقل إلى التمرين التالي A-B-C-D-E-F-G-H متوازي سطوح وضع النقطة P المعرفة بالمساواة A-B يساوي A-B زائد نصف A-D زائد نصف A-E لنبدأ بالحل نحاول أن نجمع الأشعة نخرج النصف عامل مشترك فنجد A-B يساوي A-B زائد نصف ضرب A-D زائد A-E لكن A-D زائد A-E يساوي A-H بحسب قاعدة متوازي الأضلاع في جمع الأشعة إذن يساوي A-B زائد نصف A-H ويساوي A-B زائد A-E حيث I نقطة تلاقي قطري متوازي الأضلاع A-D-H-E ولجمع هذين الشعاعين نجد أن لهما البداية نفسها A إذن نحاول أن نرسم متوازي الأضلاع المنشأ عليهما فتصبح P هي الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع A-B-P-I حيث P نقطة تلاقي قطري متوازي الأضلاع B-C-G-F الارتباط الخطي لشعاعين القول أن الشعاعين A-B و C-D غير الصفريين مرتبطان خطياً يعني أن المستقيمين A-B و C-D متوازيان وذلك بغض النظر عن جهة الشعاع C-D وجهة الشعاع A-B لاحظوا الحالتين مبرهنة الشعاعين U و V مرتبطان خطياً إذا وفقت إذا وجد عدد حقيقي K يحقق U يساوي K ضرب V أو عدد حقيقي K فتحة يحقق V يساوي K فتحة U ماذا نستفيد من الارتباط الخطي لشعاعين حتى نبرهن توازي مستقيمين A-B و C-D يكفي أن نبرهن أن الشعاعين A-B و C-D مرتبطان خطياً أيضاً حتى ننفي توازي مستقيمين A-B و C-D يكفي أن نبرهن أن الشعاعين A-B و C-D ليسا مرتبطين خطياً أيضاً حتى نبرهن وقوع النقاط A-B و C على استقامة واحدة يكفي أن نبرهن أن الشعاعين A-B و A-C مرتبطان خطياً وكذلك حتى ننفي وقوع النقاط A و B وسي على استقامة واحدة يكفي أن نبرهن أن الشعاعين A-B و A-C ليسا مرتبطين خطياً مبرهنة لتكون A و B نقطتين مختلفتين من الفراغ عند إذن المستقيم A-B هو مجموعة النقاط M التي تجعل A-B و A-M مرتبطين خطياً أي التي تحقق A-M يساوي T ضرب A-B حيث T عدد حقيقي إثبات وقوع ثلاث نقاط على استقامة واحدة من خلال المثال الآتي ليكون A-B, C, D, I, J, K, L متوازي سطوح وليكون G مركز ثقل المثلث IKB أثبت أن النقاط D و G و G على استقامة واحدة نبدأ معاً بالحل سنحاول إثبات أن الشعاعين D و G و D G مرتبطان خطياً بما أن G هي مركز ثقل المثلث IKB فإن G B زائد G I زائد G K يساوي الشعاع الصفري لنحاول إظهار الشعاع D G لدينا G B زائد G I زائد G K يساوي الصفري نستعمل علاقة شال فنجد G D زائد D B بدل الشعاع G B ونجد G D زائد D I بدل الشعاع G I ونضع G D زائد D K بدل الشعاع G K فنجد G D زائد D B زائد G D زائد D I زائد G D زائد D K يساوي الشعاع الصفري بالاختزال نجد 3 G D زائد D B زائد D I زائد D K يساوي الشعاع الصفري هكذا أظهرنا الشعاع G D لنظهر الشعاع D G نأخذ الأشعاع الثلاثة D B و D I و D K D B زائد D I زائد D K يساوي D G زائد J B زائد D G زائد G I زائد A G ويساوي 2 D G زائد I A زائد A G زائد G I ولكن I A و A G و J I يساوي الصفري إذن الجواب 2 D G زائد شعاع الصفري ويساوي 2 D G أصبحت هذه العلاقة تكتب بالشكل 3 G D زائد 2 D G يساوي الصفري وهذا يعني أن 3 G D يساوي نقص 2 D G أي D G يساوي 3 D G فالشعاعان D G و D G مرتبطان خطيا والنقاط D و G و J على استقامة واحدة وهكذا تعلمنا المفاهيم الأساسية حول الأشعة والتي هي ركيزة أساسية سنحتاجها في دروسنا القادمة أشكر حسن متابعتكم وأرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة